اشتركوا في القناة نقبس من سمات العظماء ونستضيء بجوانب العظماء والتميز من أجل أن نسعى في تربية أبنائنا وبناتنا ومن نربيهم وشبابنا لأن يكونوا عظماء وتراثنا مليء بأولئك النخبة من العظماء والرواد الذين يمكن أن نقبس من صفاتهم وأخلاقهم فيكونوا هداتا لنا على الطريق مرة أخرى مع فتى بخارة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى هذا الإمام العظيم يحكي عن نفسه يقول كنت يوما في مجلس شيخنا إسحاق بن راهوي كانوا مع شيخهم الطلاب مع شيخهم إسحاق بن راهوي يتسامرون في العلم ويتدارسون الحديث ورجال الحديث ومتون الحديث فطرح عليهم الشيخ رأيا واقتراحا وقال ألا رجل يجمع لنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سننه وأيامه وأحاديثه عليه الصلاة والسلام ألا رجل يجمع لنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري فوقع في نفسي ذلك فانطلقت أجمع الصحيح وقلف هذا الكتاب العظيم الذي هو صحيح البخاري الذي هو أعظم أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل أيها الإخوة في هذا الموقف دروس وعبر نستلهمها الأمر الأول بركت مجالس الخير ومجالس الصالحين والعلماء والنبلاء والفضلاء فإنها لا تعتي إلا بخير ومن ذلك المقترح الجميل الرائع في كتابة هذا الصحيح الكتاب العظيم ولذلك ينبغي الحرص على مجالستهم والنهل من معينهم الأمر الثاني لا تحكر كلمة أيها المربي أيها المعلم أيها الشيخ أيها الأستاذ لا تحتكر كلمة أو اكتراح فربما هذه الكلمة أو هذا الاكتراح تصنع مشروعا عظيما يفيد المجتمع مشروعا رائعا يفيد الأمة ويؤثر وينقلها نقلة نوعية كلمة مقترح ألا رجل يجمع لنا شيئا في الصحيح أو ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك المشروع النوعي وذلك المشروع الضخم صحيح الإمام البخاري لا تحتكر الكلمات ولا المقترحات ولا تقلل من شأنها فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لها رجلا بطلا يحملها ويقوم بها الأمر الآخر كم الذين حضروا في مجلس إسحاق بالرهوي وسمعوا ذلك المقترح من الشيخ إنهم كثر ولكن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد مقدم في كل شيء واختيار الله عز وجل واصطفاؤه الله يصطفي سبحانه وتعالى ويختار ويجتبي فدعو الله عز وجل أن يجعلك ممن يختار ويصطفيه ويجتبيه لمشاريع الخير التي ترفع الأمة وتنهم بها وكذلك أيها الإخوة الإنسان يكون قناصا للفرص فالإمام البخاري لما سمع هذا الاقتراح وقعت في نفسه وقع في نفسه واقتنص هذه الفرصة الذهبية ربما لم يفكر في هذا الأمر لم يقتل له على بال لكن جاء هذا الاقتراح فكان لماحا واقتنص هذه الفرصة وهذا المشروع وانطلق في هذا المشروع مشروع الصحيح فأخرج كتابا هو أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل احرصوا على مجالس النبلاء والفضلاء وانهلوا منها كن فطنا وأيضا مترقبا للفرص كلما جاءت فرصة مناسبة أن تهتب لها وتقتنصها فلعله أن يكون مشروعا ضخما لهذه الأمة وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر